غير مباشر وتقنياً بحتاً للوصول إلى رسم الحدود البحرية طيب بعد أكتر من هيك في ناس ربطوا بأنه في مفاوضات هل أنا أتضحكوا يعني في مفاوضات أمريكية إيرانية سرية من هذا أصلاً مش موجود نهائياً وبإيران سماحة السيد القائد حفظه الله والمسؤولين كلهم أعلنوا أنه في زمن ترامب ما في مفاوضات لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة بالحد الأدنى يعني هذا من المحسومين ألا بعد ترامب شو بيعملوا هم بيقولوا وما في أصلاً شيء من القبيل فقيل أن هذا إنعكاس للمفاوضات الأمريكية الإيرانية ما طلع كل شيء بيربطونا يا بالملف النووي الإيراني ومشاكل في ناس لأنه هن أصلاً أدوات للخارج وعقل معلق بالخارج ما أدرين يستوعبوا أنه في قوى سياسية لبنانية عم تتصرف على مستوى وطني وهي بتاخد العرار وهي بتختار الزمان بما يتناسب مع المصالح الوطنية على كله وفي ناس ذهبوا أبعد من ذلك وحكوا عن مفاوضات تحت الطاولة بين حزب الله وإسرائيل والإسرائيليين مفاوضات بين إيران والإسرائيليين وحكوا عن أسماء إيرانية ذهبت إلى فلسطين محتلة وأسماء إسرائيلية ذهبت إلى طهران وحكوا عن مفاوضات سرية بين رئيس بشار الأسد والإسرائيليين وبين حماس والإسرائيليين كل هذا مناخ واحد ينبع من منبع واحد من غرفة سوداء واحدة هدفه رمي قنابل دخانية للتعمية على المطبعين وعلى الخائنين وعلى المستسلمين والقول أنه لا ما الكل رايح التطبيع والكل رايح على التفاوض وعلى التفاهم هاي إيران عم تفاوض تحت الطاولة وهي سويرية وهي حزب الله وهي حماس وهي أمل وهذا الكل يعني وهذه كلها مجرد أكاذيب وخيالات وأوهام ليس لها أساس من الصحة ولا تستحق أن يصدر حزب الله بيانا ليعقب على مقابلة أجواها زيد أو مقالة كتبها عمر أو تصريح تشدق به فلان أو فلان